نبدأ شوية ببورت سري ان احنا نتكلم على الاشكال اللي ماجنيتك فيلد اللي عندنا في المنهج كم شكل ثلاثة ستريت واير سيركتر كويل سيرينايد ترى نبدأ موعد بالستريت واير هنجيب ستريت واير نعديه في وسط ورقة كده نحنجيب ورقة نعدي من نصف سلك ونماشي في السلك ده ايه كهرباء فهينتج عن الكهرباء دي ماجنيتك فيلد ونشوفه بلنا عادي فهنجيب وننشاه حوالين الورق او حلين حوالين السلك وبعد ما اتكرنت يعدي نخبط كده كان مخبطة صغيرة على الورقة فبنلاقي ان دي بتترتب بشكل معين الشكل ده عبارة عن ايه زي ما نشايف في الرسمة كده عبارة عن سيركلز سيركلز كونسنتريك كونسنتريك يعني كلهم ليهم نفس السنتر يا ترى مين هو السنتر السنتر اللي هو الواير بتاعنا الاكسز بتاع الواير بتاعنا السنتر بتاع الواير بالزبط يعني السنتر بتاعهم هو سنتر الواير طيب ماشي في سفات في الموضوع ده ايه سفاتهم اول حاجة ان هما كونسنتريك سيركل زي ما قلنا دي اول بوينت تاني بوينت ان هما يعني كل ما بتبعد عن السلك كل ما كل دايرة ودايرة المسافة بينها تزيد يعني لو انا عايز شغبط كده عشان افهمك قصدي سي مسلا انا هنا عندي واير عمل حواليه سيركلز مسلا مسلا اول اتنين سيركل المسافة بينهم مسلا واحد سنتي تاني سيركل و تالت سيركل المسافة بينهم اتنين سنتي طيب و تالت واحدة او رابع واحدة مسلا مسافة بينهم تالات سنتي يبقى كل ما بتبعد عن المسافات بين السيركلز وبعضها بتزيد السيركلز زيت عتمين بالزبط السيركلز زيت بتعبر عن الماجنيتك فيلد يبقى شكل الماجنيتك فيلد الناتج عن الكهرباء اللي ماشية في سلك مستقيم ستريت واير هي كونسنتريك سيركلز ساراوند الواير يكي نوت رقم اتنين نوت رقم تلاتة الماجنيتك فيلد اد اكسز اد واير يعني لما يبص دلوقتي عالسلك من جوه والله اكيد السلك ده يعني عامل كده هنعمل زوم اين جوه السلك اكيد دي ريديس معين وديامتر معين تخن معين وهنقول ان الالكترونات ماشية في السنتر بتاع الواير الماجنيتك فيلد بقى عند السنتر هنا بزيرو مفيش ليه؟ الواير بيعمل فيلد حواليه ساراوند الواير حوالين الواير انما هو زي نفسه من جوه ما بيعملش ماجنيتك فيلد خلاص يبقى الماجنيتك فيلد اللي بيعمله بيبقى حوالين الواير ساراوند الواير في شكل اول القانون عندنا اسمه اللي هو القانون بتاع الماجنيتك فيلد واضح من القانون ان في حكتين انت مش عارفهم الميو والدي الاي انت عارفوه هو الكرنة عادي فاضلك الميو والدي الرمز ده ميو ميو بيعبر عن ايه حاجة اسمه ماجنيتك بيرميابلتي ماجنيتك بيرميابلتي فاكر كده في ولا سانوي لما انت اخدت بيولوجي اee او في تانية سانوي مش فاكرة السراعة كان عندك حاجة في البيولوجي اسمها كان فيه زي باغوابات كده معينة كده بتعدي مواد معينة جوه السل ومواد لأ. حاجة تعدي وحاجة لأ. كان كل سلية. عندنا في الفيزيكس كل ماتيرييل او في الطبيعة بقى كل ماتيرييل الحشاب البلاستيك الكابر الحديد ليه حاجة اسمها ماجنتيك بريميباليتي يعني قد ايه بيسمح للمادة او سوري قد ايه المادة بتسمح للماجنتيك فيلد من عادة من خلالها قابلية المادة وقدرة المادة ان هي قدي ايه بتسمح للماجنتيك فيلد انه يعدي من خلالها في مواد اهلا وسهلا باش تفضل عدي على طول في مواد لا يعني خشب مثلا نص 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 الحديد جدا بيحب الماجنتيك فيلد ويزود ويخليه يتركز ويعدي مشدة يعني فالميو هو رقم كونستنت لكل ماتيرييل رقم كونستنت لكل ماتيرييل زي الرو وزي السيجما طب احنا عندنا في المنهج شغلين بايه شغلين بالميو بتاعت الار الهواء وبيكون رقم كونستنت بيديوه لك بس انت من كتر الحال هتلان نفسك حافظته كده ده رقم الميو بتاعت الار ممكن يعملنا في مسألة ولا اتنين الميو بتاعت الايرن بس ايه اه هو هيقول لك يعني في السؤال بس كل الحاجات بتاعتنا ميو اير الكلام فلاو الكلام تعرفت مين هي الميو رقم ثابت الاي اه الكرنت تو باي رقم ثابت الدي دي بقى تهميني ايه او الدي تعرفها بتوين الواير بتاعك النقطة بتاعت حضرتك اللي انت بيتقيس عندها يعني ادي الواير اكيد بيعمل مجنون الكفيل ده على يمينه وعلى شماله حواليه يعني ادي سلك هو قدامك ده سلك مستقيم بيعمل حوالي مجنون الكفيلد عايزي يقيس المجنون الكفيلد هنا عند المدية في مسافيينهم سنتي طيب هنا طيب هنا طيب هنا يبقى كل ما يبعد اه عندي كل نقطة في قيمة للمجنون الكفيلد يبقى هو قيمته مش ثابتة يبقى الكون يبقى بس متغير قيمته على حسب انت بتقيس عند اني نقطة. عند مسافة من الوائر. تمام? هو واضح طبعا من القانون ان البي والدي يعني كل ما المسافة تزيد كل ما المجنيد في ال وده منطقي. انك بتباد عن المصدر بتاعك. بتباد عن السورس. السورس اللي هو اللي ماشي جوا السلك. فكل ما بعد عن السورس المجنيد فيلد بيضعف. عظيم. فانا عندي هنا نقطة اسمها اكس. نقطة اسمها واي. نقطة اسمها زد. لو انا عايز المسافة بين او عايز احسب البي عند اكس. البي اكس اروض بالمسافة دي. لو انا عايز احسب البي واي. يعني قوة المجنيد عند النقطة واي. اعوض بالمسافة دي. وكزلك بقى زد انتخاص في متاني. يبقى ايه هي المسافة بالسهوء يعني هنتكلم المسافة من الوائر للنقطة. هنتكلم بقى هنتكلم اسمها نورمل ديستنس. بتوين الوائر والايه? والبوينت. يعني. بص يا سيدي. افرد دلوقتي ان انا جبت لك الوائر عامل كده. عادي. بدنا بالكنيس تخليك عامل كده. ميل هو كمان بس ما تلقش مفيش انا سانا كوزاين. مش عليك يعني. فهندسها بقى ان شاء ربنا معاك. ادي النقطة اسمها اكس. المسافة دي المسافة دي. بتين سنتيمتر. هي دي ممكن تتعرفها لانها ديستنس بتوين الوائر والوينت. اه. ينفع. بس انا في الفيزكس تعرفنا كان النورمال ديستنس. مش اي ديستنس. المسافة العمودية. طيب انا هنا عايز المسافة العمودية. فين المسافة العمودية? الرأس ما عامل كده. الوائر ميل والنقطة عامل كده. لا انت انا عايزك تخليهم عاملين كده. معدولين. فهم? فهتلاقي ان المسافة بتاعتك هي دي. المسافة البربنديكلر على الوائر بتاعك. اش كاس منها نورمال ديستنس. طفقين? يبقى هي دي المسافة اللي انا عوض بيها. خلاص? هنشوف طبعا بقى حساب الاسئلة هنحسبها ازاي وهاك ازاي. بس ما انتهى لقش هنا مفيش ساين او كساين. كلام ده او مش عليك يعني. اه بس كول عليك تو افاهم يعني ايه? او ايه هي دي دي في قانون? المسافة من الوائر والنقطة خلاص? ودي مسألة واحدة عاملتنا هتقابلنا يعني متلاش مش هنلعب بيها كتير او مش هننهري فيها كتير يعني. هي بس مسألة واحدة كده من النوعها وخلاص. بيتفضح لك ان هي مش اي ديستنس وخلاص لا الديستنس. انا بالنورمال اه ديستنس الوائر والايه? والنقطة. عزيم. كده احنا خدنا من بعضها خلاص. القانون. طب هو انا برضو في القانون ما لش ارجع له تاني كده. مش انا لسه ايه لك ان الميو مزبوط. طب ما تيجي نعوض انا هفقلون كده. يلا. يبقى فور باي طايم تين باور نيجتف سيفن في الاي على تو باي دي. فانا هتفزلك واشير الباي مع الباي. وعمل فور دي باي دي تبقى تو. يبقى تو تايم تين باور نيجتف سيفن اي على دي. اللي يعني القانون كده ايه? يعني ابسط شاي. ده صح? وده صح اشتغل باللي عاجبك. طيب. عندي هنا طبعا جراف ما بين آآ جراف ما بين البي والاي. وجراف ما بين البي والدي. الجراف على اتنين باي دي. لما حضرتك تقسم البي على الاي لما تودي الاي الناحية التانية. يبقى لك ايه? ميو على اتنين باي دي. يبقى هو ده الاسلوب اهو. طيب ادي واحد. التانية. القانون بيقول برضو ميو اي. البي ايكوال ميو اي دفايدد تو باي دي. هو بي دفايدد وون نظر الدي. عملت كده واي على الاكس. عشان يجيب الاسلوب. تحت الى تحت بي يطلع فوق فكر. يبقى بي دي. لما تودي الدي الناحية التانية يبقى لك ايه? يبقى لك ميو في الاي على الاتنين باي. ميو في الاي على الاتنين باي. وهي دي الاسلوب. طيب. ناري اسطلنا ايه كده? اخدنا القانون. خدنا 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 مهمة قوي. مهمة قوي. مهمة قوي. يعني انا قلت لك ان شاب تلتوم يتقسم على كم حتة? تلاتة. اول مهمة جدا في معاكش مش هتعرف تحل السؤال اكسم بالله. حواد حلو غلط يعني. فانت لازم تبقى فاهمة وحافظها زي اسمك وبتعرف تستخدمها. تكسلش ان انت ما تقولش هحافظها وخلص. هو ممكن. بس يعني يفضل طبعا تستخدم ايدك. بص ازيد. دلوقتي عندنا رول اسمها امبير. حاضرتك هتستخدم ايدك اليمين. ايدك اليمين. انت وعندي بنسبلك في البديل الشمال بس انت ايه? يعني اشتغل معي ويفرد ايدك اليمين. انا امسك السلك بايدك اليمين. امسك السلك بايدك اليمين. صبعك التخين ده. يشاول لفوق في اتجاه الكهرباء. على افتراض ان ان الكهرباء الفوق. افتراض ان الكهرباء طلع الفوق. يبقى الثم بمشاور الفوق. هتلاقي ان صبعك التانية. اربعة دول. لفين حوالي الواير اه. يعني مسكين الواير. فهمها بي بيبوينت. في الواحدة واحدة. الثم بحيشاور على اتجاه الاي. صبعي اللي اربعة تانين بيشاوروا في اتجاه دوران المجنيد الكفيد. انا عارف انك شايف الفيديو بالعكس عشان يعني مراية كده. فانت اشتغل معي. يبقى الواير. حمسكو بيدي اليمين. الكهرباء الفوق. يبقى بيدي في اليف ازاي? كده. ولو الكهرباء كانت نازلة. حمسك السلك بيدي اليمين. بحيس ان الثم بيشاور لتحت. فهتلاقي سعب عكبت في العكس. الكلام ده في النورمال لايف. حيط طبعية كده اللي فيها دلوقتي. طب هلنطي بتكلم على امتحان. امتحان على الفيزكس. امتحان الرسمة هجيلك مرسومة. فبنعمل ايه? الواير قدامي هون. والكهرباء فيه طلعة. عايزك تتخيل معي. قادي الورقة. جيلك في الامتحان. وقادي الواير محطوط حينة مسلا. كده. هتتخيل بقى حضرتك ازاي? ان هو بيلف ازاي? طبعا نشوف. انا هتتخيل بقى ان انا بص الورقة كده انا مسك السلك. هتتخيل ان يمسك السلك. صباعي يشعر في اتجاه الكهرباء اشتغل معيه اشان ده مهم جدا. اكسم باللاف تو سري. مهم جدا. هتخيل ان يمسك السلك وده كلمين. صباعك ده يشعر في اتجاه الكهرباء. سي يعني الكهرباء طلع. سي مع سن القلم اهو. طلع. اوكي? فصباعي يشعر اللي فوق. صباعك البقائين عايزين يلفوا كده. عايزين يخشوا من هنا. يخشوا من هنا ما انت عايز ما اهو? ان شاء الله لو كان كده. بيلف كده اهو. بيلفوا كده. صح? كده. مش كده? فدلوقتي ادي الورعة اهو ادي الورعة. وادي الورعة مرسومة هنا. فهو ادي ثمب. اللي فوق في اتجاه الكهرباء. صباعي عايز تخش من هنا. وتلف وتخرج من الناحية التانية. صح? يعني عايز تخش من هنا. وتخرج من هنا. لانها بتلف. اه دخلة من هنا وخارجة من الناحية التانية. دخلة بقى دي بنرسمها ازاي على الورقة? بنرسمها اكس. اين دخلة جوه الورقة. طب بعد ما خرجت من الناحية التانية بنسميها يعني اوت. يبقى اكس في دايرة معناها اين دوت معناها اوت. يبقى الديريكشنز. اللي عندنا. يمين شمال. رايت ولفت. اب وداون. انتو و اوتو. انتو زي بيج اوتو بيج. انتو زي بيج يعني اكس. اوتو بيج يعني دوت. والاتجاهات دي لأي اه لأي فيكتور زيان. هتفهم قصدية قدام في بارتو ان شاء الله. يعني هستخدم نفس الاتجاهات دي. او حتى النهار ده برضو هنشوف. هنشوف برضو قصدية لله دي. طيب يبقى الكهرباء لما تكون طلعة. المجنوب الكفيلد بيبقى على يمين الواير دايما داخل جوة الورقة. وبيلف من يخش ايه اخرون بقى الورقة خلاص. ويعدي من تحت السلك وايه? ويطلب من احد تاني. يبقى ادي الواير اهو. ادي احنا تخيل بعد انا مسك السلك ده. كهرباء طلعة اهو. انا بلف كده. صح? طب لو انا نزلت كده. هي مساري بتلف كده. لو كهرباء جاي عليك. هي بتلف كده. فهي داخلة من هنا. فبنعمل اكس. بنكتب على ورقة اكس. بتلف بقى كده وتخرج من هنا. فبنعمل ضد. مهمة. وعايز تحفظها او احفظها. بس انه يفضل الطرف تشتغل بيدك. يبقى دايما 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 هو طالع يمين طب لو كان نازل ما هي هي اهتبع العينية يعني نفس نفس خلناك مسي السلك برضو. فكده اين والنحية التانية. العكس يعني. اتفقنا? اتفقنا. طب لما يكون الواير مرسوم قدامك كده. خطة مستقيم. طب بفرض بقى لو هو عايز يقول لك ان الكهرباء جاي عليك. يعني انا ببصص للورقة الامتحان الخارج من الورقة. طالع مش طالع اللي فوق مش لأ خارج من الورقة. بيرسمها لك ازاي? لو قلت انها خارج يعني دوت. تلي يرسم لك كده دايرة جواها نقطة ويكتلك عندها اي. طب دا شكل المجنيك في اللي عملت ازاي? سهلة خالص. مش طالع من الورقة اهو اي دي هات ورقة يا سيدي. ادي ورقة اهي. هتخيل ان طالع منها. جاي عليك ايه. خلان بصر من الجنب كده اهو كده. اهي كده. اي خارج الفوق. في نفس الكلام. اي لو خارج الفوق. ادي الاي. وادي. البي. بس انت اوز من فوق. لان انت اللي ورق قدامك. فانت هتكتب ايه? هتلاقي ان المجنيك فيلد لو هو اوت بيلف ازاي? انت كلوك. فهو هتشوفه اكنه دوائر. بتلف ازاي? بتلف انت كلوك. تمام? دلو الاي اوت. مش. لو كان الاي ان. هيرسم لك اكس وكتلجوها اي. نفس القص لو الاي دخلة جوه الورقة. فانا هعمل كده اهو. همسكس فهلاقي بتلف ازاي? بتلف طبعا مفروض يبقى اني قلنا بس لشان برسل بسرعة. اتفانة. يقى مهمة قوي في الاخر انك تبقى عارف. مهمة جدا. طيب تعتمد على ايه? طبعا بتعتمد على نازل. ده اللي بيغير في اتجاه المجنيك فيلد. وعارف ان خلاص بأسر على البي والدست. عندي هنا سؤال بيقول لي ايه? عارف كده وانت بمسافر بتلاقي عبرالي الكهربا دي. بيقول لك يا سيدي احنا نزل نسكن بيدعانها. عشان بيقى فيها كهربا عالية. طب ايه يعني? الكهربا العالية بتعمل المجنيك فيلد عالي. يبقى البي مع الكارنت. فالكارنت لما يزيد يعمل بيه كبيرة. المجنيك فيلد كبير. المجنيك فيلد العالي ده لأضرار على اجسامنا. فبنى نبعد عنه بتاع المجنيك فيلد. يبقى ده مسائلة عشان تعرف تتخيل الامبيرا يتحاندرول بي نطبقها ازاي? وعندك طبعا الاتنين كستانين انا مش قلقنا عليك من حتة انك تتخيل السلك وهنا ان واشمال والاوت والكلام ده. انا اللي انا عليك ميل الاتنين دول. في حالة ان يقولك ان الكارنت خارج من الورقة او داخل جوه الورقة. يعني ان او دي اللي اقلع منك. اقلع عليك منها. دي اللي انا اقلع عليك منها. طيب. وكتب اهم لك انا برضه عشان انت اه عارفه. طرعا نشوف كده اول سؤال. بيقول لي. هو خارج من الورقة. دي اللي اقلع هو. دير الزرقة دي. ده الكارنت. عايز المجنيتك فيلد يكون بيشاور في اتجاه الشمال الغربي. يا عم سهل. قال له نقطة ايه ولا بيه ولا سيه ورد دي. والله تعالى نرسم الدوائر. ونشوف هو بتلفز ازاي ولا انتي فساعدة انا نعرف نحدد. فهرسم السيركز اللي ايهو. او هرسم سيركل واحدة مش فرقة. سيركل واحدة ايه. وهو الكارنت خارج. اوت. اوت. بيلف ازاي? ها? انتي كلوك. فهرسم اسهم ان انا بيلف ايه? انتي كلوك. انهي ده انهي نقطة بتشاور في اتجاه النورس وست. تعالى لمسك نقطة نقطة. النقطة ايه? المجنيتك فيلد عند النقطة ايه هتلاقيه عامل كده. يعني ساهم تينجنت للدارة اللي رسلناها عامل كده. طب ده ايه ده? ده مش نورس خالص. طب بنسبة لدي هيبقى جاي كده اوه كمان. طب بنسبة لسي رايح كده. اوه ده ممكن ده. بس ده نورس وست. سوري نورس ايست. شمال شرقي. نجي عندي دي بقى هيكونش ساهمة عامل كده. طب انا عملت ايه? رسمت بتاعتي. وجيت عند كل نقطة. ومتلسم تينجنت. تينجنت تينجنت تينجنت. عند ايه ويو سي دي. تمامي? باول حاجة عارفت ان بيلف. والتالي ابدأ احدد اتجاه. طب اكده عملتني بسرعة. حرسم اتجاه احي Koh Sports اهي Duaire اهي او دائرة وواجه عند كل نقطة ارسم التينجنت. في بتاعنا كده اكده كده بتاعنا احنا عارفين ان هو ايه انتكراك اهو كلها انتكلاك. طيب عند النقطة دي هيبص ازاي هبص كده. طب وعند نقطة دي هيبص ازاي هيبص كده. وعمد النقطة دي هيبص كده. مين بقى فيهم نورس وست? هيبقى الاجابة بي. السؤال اللي بعده. زاوزت تفجير الشواء. ده كده اتجاه الاي. انت معك الاي داخل جوة الورقة. عايز يعرف فيهم اني نقطة بتعبر عن المجميل فيه. تعال نشوف. والله هو لو داخل فالمفروض انه يعمل دوائر حواليه بتلف في كلاك. او طالع مين شمال تحت. طب اي اي نمبر اي دي. لأ اه اي دي غلط. انا بصنا حي تانية. فاي دي غلط. لان اتجاه دي مش هور جوة الواير لا طبعا. مش هور على الواير غلط. يعني دي المفروض النقطة اي. دي مفروض النقطة بي. دي المفروض. ده المفروض. طب اي غلط وبي غلط ورسم غلط. لأ اي رسم اي غلط ورسم دي غلط. سي اصلا بصل بره. ده ما ينفعش. غلط. وانها باللف كده. فالتجاهة بتاعي. بي مزبوط اي وص. دي زي دي. مزبوط. دي لجابة طبعا بي. طيب السؤال اللي بعاده زي ما عرفش الديامتر. ما عرفش تخني السلك عد ايه. وش هاي المجنيتك فيلد بي ايه. بان بوين تاي مزبوط تيب ببوين تفور فورمد عند النقطة كي. اللي هي تابعه دي اتنين سنتيمتر. من الواير. عايز بقى الديامتر بتاعه. هو هنا بتتفاصلك. ميدي لك العايز الديامتر. و ميدي لك الديستانس. والاي والبي. فهذا ترى الاول نجيب بنو بتاعنا ميو اي. على توق باي دي معانا البي معانا الميو رقم سابت انا مش كاتب ببصور رقم سابت دولك معاك الاي معاك التو معاك البي ركز معايا في الديستنس الديستنس دايما بيكون من لحد النقطة يعني هياخد معايا المسافة دي اللي هي اسمها ايه? الحتة دي كده اسمها ايه اسمها مش هو الديامتر عن ار و ار اتنين ار فطالما بديك الديامتر في المسألة لازم تاخد معاك لانك ساعتها هتحسب من السنتر اغلى المسائل لأ بنحسب من الواير على طول ما بنحسبش احوار ده انهم لو جاتلي مسألة بيقول لي ديامتر الواير بكزا او هاتلي ديامتر الواير فهو عايزك تحسب من الواير من السنتر بتاع الواير. لو فاكر كده مسألة اللي هنا او رسمة اللي هنا او لكنه بيقولك ايه? النقطة هنا اسمها مسلا كيه? المسافة دي خمسة سنتي والمسافة دي واحد سنتي لما تيجي تعود على المسافة تعود بكام? ستة سنتي. لأي متى لما هيجي ادي لك الديامتر? انما غير كده لو انا مسام في مسألة دي دي مش بديك حيوة خالص مش بديك ان الريديس بكام والديامتر بكام? هتعود بالخمسة على طول. لأي متى بعود بالريديس? لما يديني الديامتر? او لما يجيب سيرة الموضوع سيرة الديامتر سيرة الريديس? او يقول لي احسب من ال اكسز فيديك الديامتر او يديك الريديس. نرجع لمسألة داني. فالمسافة هنا هتكون كام? الديستنز بتاعتنا? البي معاك. او على طول بقى هكتبها اي على دي. بص دي هكتبها ازاي? هكتبها اتنين سنتي بلص الريديس. يبقى اللي عند النقطة او كي? جاية نتيجة الاي والمسافة. ان هي مسافة من سنتر الواير لحد. لحد ايه? لحد النقطة. يبقى اتنين سنتي زائد ار. ونجيب بقى من هنا مين? ونجيب قيمة الار. وبعد ما هتجيب قيمة الار تقول لي الديامتر بي اتنين ار. يبقى فكرة المسألة ان انا بحسن من السنتر. سؤال تاني هنا بيقول لي الابزت فيجر دوت الفلكس دينستي اكوال كزا ولا لزا كزا ولا سمولزا كزا. هو جاو الرقم دونين اصلا. جاو رقم دونين. هو اعتبر ان السلك ده واقف كده. فلما السلك ده بواقف كده. يبقى المسافة العمودية خمسة. سنتي. فلما تيجي تعود على الكالكولياتر تو تايم تين بور نيجاتيف سيفن i على d. اللي هي فايف تايم تين بور نيجاتيف two. هاي طلب معك one point two تايم تين بور نيجاتيف five. هي بس مش واقف كده. مش واقف مزبوط. دي النقطة. دي النقطة ايه? او دي النقطة انا اعتبار الالم ده دي النقطة ايه نقطة الزرقه دي تمام? وادي الواير ايه? ده لو كانت المسافة خمسة هيطلع انما الواير عامل كده. فالمسافة دي متغيرة لان احنا اتفعنا مع بعض المسافة العمودية اللي هي عاملة مع الواير هي المسافة دي. اللي هي دي. طب دي اصغر من خمسة. هو ده اكبر من خمسة. هو بمجرد النظر هي اصغر من خمسة. يعني بمجرد النظر. تمام? كل ده بص اللي سود ده هي كل ده الخمسة. طب وبتاعتنا احنا فين? الا حتى بس اللي ما لوانها بالازرة دي. فاكيد هي ان رسمة اقل من خمسة. خلاص? طب اي عايز تقول ايه برضو يعني? عايز ميو اي. على اتنين باي دي. فالمسافة لو خمسة? الانصر تلع معك طب المسافة لو اقل من خمسة? البي هتزيد ولا لأ? هتزيد ما هو البي تزيد. عشان كده الاجابة. طيب. نمبر عايز هنا عايز الكارنت اللي ما عدي في السلك. تعالنا اول نجيب الفيزيك الميني يقولنا. بقسم الواي على الاكس. طب هو البي يعني هي بي دي. يبقى لك من ايه قدون كام? ميو اي على اتنين باي. طب احنا نعرفنا ان الاسلوب ميو اي على اتنين باي. طب ما تيجي نحسابه. طب هايخد ايه نصدين. انا هنا في الملزمة مسلا اخدت كام? اخدت التوينتي. واللي بيقابلها كام? واللي بيقابلها او بوينت فايف. واخدت كمان ال ات. واللي بيقابلها او بوينت او. هعمل واي ما ينس بعض يبقى ايه. على او بوينت فايف ماس او بوينت تو. بتنساش تحول. لان هو هنا بيلك ايه? مايكرو. بتاعمل تاعمل تاعمل بيزار نوات الآغر. ادراه. احنا هرب رائح ايه ان من سنتيمييه رميه تاعمل تن. بعد رميه تن. بعد رميه تن. بسنه هنا رسيه اختنينيك سنتيميه ده هو مقلوب السنتيميتر. فبدل ما هي تبقى دي هعمل ده كمان فيطلق طبعا? فخب بالك من التحولات كويس اما. عشان كده هنا اضرب مش عشان دي مش سنتيميتر ده واحد على سنتيميتر. فبدل ما تبقى 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 واحد على يبقى هطلق معك يبقى البي دي اللي هي تقوى ميو اي على الاتنين باي ايقوى الكام خلاص وانت معك الميو الميو اصلا بفور باي تايم 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 سيفن والاي عايزنها على اتنين باي ايقوى الفور تروح مع الفور والباي تروح مع الباي والتين باي تروح وتروح ناحية التانية تبقى يبقى